السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شتنبر الجاري تزامنا مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتدة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط كما أوضحت التنصيقية أنه سيتم خوض إضراب وطني تزامنا مع محاكمة 45 أستادا يوم السادس والعشرين شتنبر الجاري مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط وعبرت التنصيقية عن تنديدها شديد باستمرار سياسة السرقات الموصوفة من أجور الأساتدة كما أعربت التنصيقية عن تضامنها المبدأ واللا مشروط مع كل المرصبين على المستوى الوطني معينة استعدادها الدائم للانخراط في كل المعارك التي ترمي إلى تحصين الحق في الإضراب والحق في الشغل والحق في مدرسة ووظيفة عموميتين داعية إلى ضرورة إيجاد حل نهائي لمشكل الترصيبات على الصعيد الوطني